شركة نورالينك التي يملكها إيلون ماسك تلقت موافقة من السلطات الصحية الأمريكية لإجراء اختبارات على البشر لعمليات زرع شرائح ذكية في الدماغ باب التطوع للتجارب السريرية لم يفتح بعد إيلون ماسك معروف بمشاريعه الجريئة وموضوع زرع شرائح ذكية في الدماغ متداول منذ سنوات ماذا تحقق الآن؟ معي المختص بتكنولوجيا المعلومات من دبي الأستاذ أيمن عيتاني أهلا وسهلا بك هل بإجاز تستطيع أن تشرح لنا هذا الابتكار بكل بساطة؟ أخها هذه التقنية تتحصن لقدامك التكنولوجيا التي تسمح أن يكون هناك رائح ذكية في جسمنا تحت الجلد أو في الدماغ التي تقدر أن تقرأ وتحلل إشارات الدماغ وإشارات الجسم وتقدر تتفاعل معها وهذه تقنية حتمية من هنا 10-15 سنة تكون موجودة بس لأنه وراها إيلون ماسك أسرع صارت وموجودة أسرع موجودة من شريكة ما نحن نحكي اليوم طيب ما وظيفتها؟ ما هي وظيفة هذه الشريحة عندما تضعها في دماغي؟ لماذا؟ يعني فيه أمور إنسانية أخي عادل يعني فيه أشخاص اللي عندهم مشكلة بالبصر أو عندهم شلل لأنه فيه إشارات معين الجسم مش هم يقدر يوصلها أو يحللها فهذه التكنولوجيا بتساعد أنه يتخطى هاي المشاكل كإشارات اللي عندكم بالجسم ولكن هذه بدأت تكنولوجيا متخصصة كثير وفيها مشاكل وفيها فوائد كمان يعني بس هي بتساعد من جهها إنسانية من جهها تاني الهدف يعني بعدين بعد 10-15 و20 سنة كيف نحنا اليوم عم نستعمل ككمبيوتر وإنترنت والتليفون وشار جي بي تي وغيرها لحتى نحسن إنتاجيتنا كأشخاص هذه التكنولوجيا الأدام بتصير بتخرينا نحنا إنتاجيتنا أعلى يعني أنا لما فكر أنا بدي أكتب شغلي اليوم على الكمبيوتر بدي أفكر فيها وبعدين بدي أكتبها على الكمبيوتر أو التليفون بكرة الشريحة شي فكر هي بتكتب عني على التليفون أو على الجهاز ففيه إنتاجية أكبر نعم إذا كان الأمر هكذا يعني دعنا أن نطلق العنان لخيالنا هل يمكن مثلا أن أتواصل معك من خلال هذه الشريحة حتى دون كلام يعني أرسل لك أفكاري عن طريق هذه الشريحة هلأ بعدها يعني هدفه هيك أخاذ يعني أنت تفكيرك على طريق صحيحة يعني بس بعدها كتير بعيدة يعني هني اليوم التفكير عم تكون أكتر شي إنه إذا أنا بدي فيها هي شريحة فيها بلوتوث فأنا في حرك فيها شي إلا ضوة طفة عملي يعني هيك نوع شي بس إنه نحكي نتواصل عنويةك عم تطلع فيك وتطلع فيه ونتواصل يعني إن شاء الله بس بعد شواء بكير بعد نعم يعني كلهم في وقته صحيح صحيح حاليا هناك كلام هناك بل جدل كبير عالمي حول الذكاء الاصطناعي ويعيدنا هذا إلى نقاش سابق حول هل الرجل الآلي الذي سيصنع لاحقا سيعوض الآدمي سيعوض البشر هناك خوف من هذه التكنولوجيا خاصة عندما تختلط بالجسم يعني تحتك بالجسم هل برأيك هذه المخاوف مشروعة يعني فيه شريحة من الناس بتخاف كتير ومعهم الحق يعني بالآخر عم تحكي شريحة تحت الجلد وبالدماغ وعم تحلل وفيها مشاكلة أكيد مثل كل تكنولوجيا جديدة ففيه شريحة كتير يعني صعب كتير عليهم يعني يستعنوا هالتكنولوجيا عندك شريحة تانية أخي عادل أنا كنت بمؤتمر من أربع سنين كان في حداً عم يسأل كان عم يسأل بيرفع الأيادة كم شخص مرتاح بهذه الغرفة إنه يحط شريحة تحت الجلد وفيه قصم نيح من الناس من أربع سنوات قبل كوفيد رفعوا يديهم وهم مرتاحين يكونوا من أول ناس يجربوا هالتكنولوجيا فمنشان هيك عندك قصم الناس مع وقصم الناس ضد نعم طيب أنا عندي أنا مثلك يعني عندي جهاز هاتف يعني جوال يعني يستطيع يعني أهل الأهل الإختصاص أن يعرفوا أين أنا لأن هذا الجهاز فيه شريحة إذا تركت الجهاز ووضعوا لي شريحة في دماغي ألا يسهل أن يتحكم من له نواية تسلطية يعني أن يتحكم في الناس من خلال هذه الشريحة وفي حريتهم كل تكنولوجيا في عندها خرق أمني يعني في سهولة لخرق أمني فيها وهي موجودة المشكلة يعني بجهاز جوال مثل ما تفضلت وكمان نحن عنا بالبيت أو شغل كاميرات موصولة بالإنترنت فيها في مجال خرق أمني الناس تشوف شعن نعمل وحتى هون هذه كشريحة نقوم بالجلد وفيها تقرأ كل شي وتحلل كل شي يعني نحن في الخرق الأمني موجود كمشكلة وهي مثل التكنولوجيا نحسنها بدأ نحسن كأمنياتها وحمايتها بس هذا المشكلة أكيد لح تكون موجودة يا خادر ماذا عن الصحة صحتنا يعني ما هي المخاطر الممكنة من شرائح كهذه على صحتنا هلا اليوم في ناس يعني عم تستعمل نوع من يعني هلأ بيكون في بتحط اللاصق معين يعني يعني بيحل الدم بيقول لك أنه يعني باللاصق والجهاز المحمول بيقول لك أنه أنت هلأ عم تاكل كتير سكر أو عندك مشكلة كوليسترول أو يعني موجودة هي اليوم بكرة لقدام نحن هلأ 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 شريحة بتقدر تحلل أكتر وأكتر تقول أنا أيما أنت اليوم أنت قطعت لألفين كالوريين اللي ما سمحناك فيها إذا بدك يخف وزنك بدك خلاص بدنا نسكر له اليوم يعني فيه كون تحليل هيك أو إذا ناس عندها مشاكل سكرية مشاكل تانية اللي تقدر أنها تساعد على بكير يكون فيها يعني يعني كحماية ومسبقة وتحليل على بكير تقدر تعطي هذه الفعالية المعينة وأكيد فيها مشاكل تانية هي هي التقنية خاصة أنا لتخوف عندي جهاز التليفون عم ندفع ونحن من شركة محترمة بس فيه كمان أجهزة تانية أرخص نسخة أرخص منها من كل الأجهزة اللي عنا إياها نحن فأكيد لحيكون فيه شريحة بالجسد أرخص لأنه هي نسخة هولي كمان أنا عندي تخوف منه نكون فيهون مشاكل مثلنا بتعرف بس الفرق هون يعني الشريحة بجسمي أنا وإذا هي بتعالي مشكلة بتعالي مشكلة كتير كبيرة يعني نعم يعني تقصد يمكن أن تكون هناك نوعية رديئة لهذه الشرائح صح لأنه زي غالي كتير وفيه نسخة أرخص بشتريه يعني مثل ما هلأ اليوم ناس عم تشتريه دواء فيه دواء بيكون دواء يعني غالي بس فيه نسخة عنه أرخص وبيخده نسخة الأرخص يعني أو أتعالي مشكلها عن المسخات الأرخص أستاذ أيمن عيتاني كنت معنا من دبي شكرا لك على هذا الشرح بهذا مشاهدين الأعزاء ننهي هذه الفقرة الإخبارية المباشرة نعود إليكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة